أهلا بحضراتكم من جديد يمكن عندنا مباراة ببطولة جديدة ومنافسة جديدة واستعدادات مهمة جدا في الساعات القادمة لأن بكرة هنلعب على بطولة بندافع عن لقابها لحق أناء العام الماضي أو في الشهور الماضية الشهور والأيام والمواسم كلها مندخل على بعض ولكن آخر بطولة كأس مصر الأهلي فاس بيها على حساب بيرامدز كانت مباراة مهمة جدا لتلعبت على السادة القاهرة والأهلي فاس فيها اتنين واحد بكرة مواجهة جديدة مع منتخب السويس منتخب السويس في ملعب عجرود أو حتى في ملعب المحافظة وكانت مباراة قوية جدا وحضور كبير جدا لجماهير السويس والمباراة تتلعبت ساعة 3 العصر وبعد صلاة الجمعة كانت أيام جميلة لما كنا بنتفرج على المباراة بالحضور الجماهير الكبير وإنما بنشوف الأندية الشعبية والجماهيرية في كل الملاعب تسافر تلعب في السويس تسافر تلعب في المنصورة بتلعب في المحلة بتلعب في اسكندرية أيام ما كان الدوري بالتأكيد فيه حضور جماهير لكل الفرق الشعبية ولكن بكرة مباراة في دور الـ 32 لكأس مصر أمام منتخب السويس مارسل كولر إزاي هيحضر للفترة اللي جاية إزاي استراتيجية المشاركة في بطولة الكأس خلال الفترة اللي جاية هل بعد مباراة الحرس والفوسب السلاسية على حرس الحدود نقدر نبني على الفترة الجاية أنه يبدأ مارسل كولر يعمل تغييرات في التشكيل عشان يريح لعنصر الأساسية دي نقطة كانت محل خلاف قبل مواجهة حرس الحدود ولكن بعد إعلان التشكيل ومواجهة الأهل لحرس الحدود شفنا فعلا مارسل كولر بيشتغل على فكرة تغيير والتدوير والروتيشن في مسألة التشكيل راحة حسين الشحات، الراحة لبير ستاو، الراحة القهربة البداية بشريف، بطاهر، بحمد عبدالقادر نص الملعب بالكامل كان واخد دراحة فيه اللقاء أمام حرس الحدود أليو ديانجي ما بدأش، حمد فتحي ما بدأش مرعون عطية ما كانش موجود بدأ بالسلية وقندوسي وبنتكلم على محمد مجدي أفشة يمكن حصل روتيشن في التشكيلة فيما يقرب من حوالي 70-80% من التشكيل هل ممكن يحصل روتيشن في مركز حراسة المرمى في مباراة الكاس؟ ده هنشوفه النهاردة بعد اختيار القيمة اللي هيحددها مرسي الكولر عاقب أداء المران الأساسي